تنضم إلي الآن من بيروت ماريسا المحللة المالية في الشرق للأخبار صباح الخير ماري وأهلا وسهلا فيك مجددا كيف تبدو تعاملات الأسواق الخليجية هذا الصباح الصباح الخير صباح يعني اللي هلأ بعدنا عم جرب أن نظل ملحقة على التعديلات اللي عم بتصير بقلب الأسواق يعني كان في عنا أدفاعات بسوق دبي المالي من شوية نعكسة صورة إيجابية بسوق أبوظبي المالي صورة للأسف مازالت حمراء بسوق القطري وعم نشهد بعض الضغوط من قبل المستثمرين الأجانب ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب على الأسهم القطرية يعني يارات الحماس على المونديال بنعكس شوية بقلب الأسواق ولكن بعض المستثمرين شوية هلأ عم بيجربوا صحيح بعض المستثمرين عم بيجربوا عوتوا ديرسك بهذه الفترة بقلب الأسواق لحتى يتجنبوا المخاطر اللي ممكن أنها تصدر ولكن الأسبوع بشكل عام ما كانت كثير إيجابة بالنسبة للأسواق الخليجية كان في عنا تراجعات على أغلب المؤشرات كانت بالسعودية أو بالإمارات أو حتى بقطر النسبة الأكبر كانت تتخطى 2.3% بالأسواق القطرية ولكن بعدنا عم نشوف الشركات عم بيكون عندهم زخم شراء على الأسهم يلي عندها توزيعات ربحية عالية أو يعني ما فينا نقول أن الصورة بشكل عام سلبية بقلب الأسواق لا الصورة عم بتكون يعني بكذا بكذا منحة تعتمد الفكرة على شو المستثمر هلأ منتظر بهذه الفترة اليوم آخر نهار للاكتتاب تبع تعليم بيغلق الكتب على الساعة تنتين توقعات جدا عالية بالنسبة للاكتابة الأولية صارنا فترة منحكي عنها وهي بعتقد يعني أكثر شي عم بيكون هايلايتت بقلب الأسواق المالية إن كان بالإمارات أو بالسعودية ما رح نشوف يعني بتخيل أحجان تداول كتير كبيرة ولكن حيكون في ضغط نوع بيع قبل نهاية الأسبوع خاصة المستثمرين عم بجربوا أن يخفضوا المخاطر تبعهم من بعد التراجعات التي شفناها بالأمس بالأسواق العالمية والأسواق الأسيوية صباح اليوم ماريس ألم شكرا جزيلا إليك نرجع لك طبعا لمزيد من التفاصيل والتحديث عندما إذا تواجدت شكرا جزيلا لك